بسم الله الرحمن الرحيم اهل بكم ومعزم المشاهدين ان شاء الله رب تكونوا بخير وسعادة. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتتكلم على ازاي بتستلم حديد اللبشة. يعني زي ما احنا شايفين دلوقتي. دلوقتي انا بدأت اشتغل في حديد اللبشة طبعا بعد ما خلصت العادية. بعد ما عزلت اللبشة كاملة اه بالفايف البتومين رقتين بعد ما عملت الجدار بتاع اللبشة كل ده انا عملته عشان ابدأ اشتغل في مرحلة اللبشة نفسها. طيب اول حاجة عملتها ايه? اول حاجة طبعا هي اللبشة عبارة عن شبكتين. بتبقى شبكة صفلية وبتبقى شبكة او شبكة تسليح علوية. غير الحديد الاضافي اللي بتحط فيها. طيب خد بالك اللي فيه بسكوت او كفر للشبكة الصفلية. زي ما احنا شايفين احنا حطينه سبع سنتي. هو بيكون من خمسة لسبعة سنتي حسب التصميم آآ بتاعك. آآ فيه برضو حديد اضافي بيكون في الرقة الصفلية وحديد اضافي بيكون في الرقة العلوية. طبعا احنا هنا الحديد الاضافي بالنسبة للرقة الصفلية بيكون عند الاعمدة. الزجزاج اللي انت شايفه ده ده عشان خاطر الزلازل او الاهتزاز. محطوط اضافي يعني من قبل آآ المصمم. طيب ايه الاشتراطات او انا اخد بالي من ايه وانا شغال في اللبشة بتاعتي آآ او بستلم الحديد بتاعي. طبعا اول حاجة خد بالك ان فيه حاجة اسمها وطر. ايه هو الوطر الوطر ده اللي بتحط على البسكوت زي ما احنا شايفينه. عبارة عن سيخ ما بيقلش آآ كتره عن اتناشر آآ ملي. او بمعنى اصح بيكون اقل من الحديد الرئيسي بدرجة. يعني لو الحديد عندي ستاشر يبقى الوطر آآ اتناشر. لو الحديد عندي تمنتاشر يبقى الوطر آآ ستاشر. وهكذا. طيب انا بعد ما بحط الوطر ببدأ بعد كده احط الرقة السفلية بتاعتي. طبعا بيكون اماكن الوصلات بتاعة الرقة السفلية في وسط البحر. يعني ما بين العمودين اللي بتقدر بتحط اللي هو الوصلة آآ بتاعتك. طبعا عشان آآ اقصع زوم وما الى ذلك. طيب انا بديت احط او ارص الحديد التسليح بتاعي. طبعا خد بالك من نقطة آآ مهمة جدا ان حتى الوصلات اللي موجودة لازم تكون تبادلية. يعني سيخ وسيخ. ما ما يكونوش آآ يعني آآ مستمرين جنب بعض. طول الوصلة آآ تقريبا بيكون خمسة وستين فاي الى واحد متر ايهما اكبر. ده طبعا طبقا للكود المصري. خد بالك برضه لو جيت بسيت هنا هتلاقي الكنات كلها مستمرة. يعني انا حاطت الاشاير بتاعة الاعمدة بتاعتي وحاطت الكنات. عشان ما اجي احط الرأة العلوية بتاعتي يبقى الكنات مستمرة في الاعمدة. لازم تتأكد من الاشارة او المقاس الاسياغ بتاعت الاشارات بتاعتك. والاشارة نفسها ارتفاعها آآ خمسة وستين آآ بعد اللبشة تمام عشان ما تبقاش قصيرة معاك. لازم تعد بنفسك آآ الاعمدة عمود عمود عشان لو انت نسيت عمود بتبقى مشكلة كبيرة باش هتعرف آآ تكسر في اللبشة او هتبقى آآ مشكلة آآ كبيرة عليك. فاخد بالك من النقطة دي جدا. طيب لازم تاخد بالك من المسافات ما بين الاوطار. ما يزيدش المسافة بين الاوطار عن متر ونص يعني لو قلت بيبقى كويس. طبعا عن طريق المتر لازم بتشوف عدد الاسياخ في المتر. سواء للفرش او سواء للغطا. فبتبت بتجيب المتر وبتبدأ تشوف سبعة في المتر تمانية في المتر حسب المخططات اللي موجودة عندك. طبعا لازم تتأكد برضو اللي مفيش مية عندك. يعني انت خلاص عزلت. لازم تتأكد لو عندك بير بتاع آآ مصعد. لازم تتأكد اللي انت خشبته او اللي انت حفرته للعمق المناسب. لازم تتأكد اللي انت حاطت الاشاير بتاعة السلالم بتاعة المنشأ بتاعك. تاخد بالك برضو ان الفرش دايما بيكون في اتجاه العزم الاكبر او بمعنى اصح الفرش بيكون في الاتجاه الكبير. يعني المفروض بتحدد في اللوحة. ولو ما تحددش في اللوحة بتشوف آآ الاضافي الاكبر في اللوحة وبيكون هو اتجاه الفرش بتاعك. لازم برضو تعرف وتحدد الحديد العلوي والحديد الصفلي آآ في اللبشة بتاعتك. وطبعا كل سيخ لازم يكون آآ متجنش او معموله آآ رجل آآ سواء في الرقة العلوية او في الرقة السفلية. لازم برضو تتأكد من الحديد الاضافي سواء للفرش. وطبعا بيكون في منسوب الفرش. ويعني بيكون طبقتين محطوطين على الفرش آآ بتاعك. فاخد بالك من الحديد الاضافي سواء حديد علوي او حديد صفلي. الحديد العلوي بيكون في منتصف البحر عندك ما تيجي تعمل الرقة العلوية. آآ في نوعين من الكراسي يعني الكرسي بتاع اللبشة آآ في نوعين منه فيه كراسي بتكون زي ما احنا شايفين بتكون تباعدية وبتبدأ بتحط عليها الوطر وفيه كراسي بتكون متلسقة. طبعا انت ما بتيجي تاخد بالك وانت بتصعر او انت شغال تاخد بالك اوي من التفاصيل دي عشان هتفرق معاك آآ في آآ في السعر. طبعا الكرسي تقريبا او بتوزع الكراسي تقريبا على مساحة خمسة وخمسين في المية من مساحة آآ اللبشة. وزي ما قلنا برضو نهايات كل الاسياخ لازم تكون آآ برجل. بتاخد بالك قوي من النقطة دي. طبعا الانت قبل ما بتشتغل في الحديد او ما بتشتغل في الكلام ده انت هو انت شغال في العادية لازم طبعا بتتأكد تماما من ابعاد المبنى. تمام من من اللي هو الارتدادات. آآ كل الكلام ده تاخد بالك منه. الكفر الخرصاني زي ما احنا قلنا. آآ سواء علوي او سواء سفلي. ما يقلش من خمسة لسبعة صمتي. حسب المكتب الشارع او حسب آآ المخطط ما يقول لك. خد بالك برضو بالنسبة للاشاير بتاعة الجدران. لانت طبعا البدروم بتاعك اللي هيتعمله جدران خرصانة. فلازم تتأكد ان الاشاير بتاعتك بتكون آآ طبقة في الرقة السفلية وطبقة الاخرى بتكون في الرقة العلوية آآ للبشة. كل الملاحظات دي لازم تاخد بالك منها. لازم تحط كان في نهاية كل اشاير زي ما احنا شايفين في العمود. عشان زي ما بقوله كده يوزن العمود ما بقاش فيه سيخ داخل لجوة او سيخ آآ طالع لبرة. لازم ما بقاش فيه اي وساخة ولا اي ورق ولا اي حاجة مرمية آآ في اللبشة بتاعتك وانت آآ بصبها. فاخد بالك من كل الملاحظات اللي انا قلتها دي. آآ في الحلقة الجاية آآ هاعرض آآ اليوم اللي احنا صبينا في آآ اللبشة دي بعد ما انتهت. وتشوفوا ايه الاحتياجات والاشتراطات اللي لازم تاخد بالك منها آآ وانت بتصب اللبشة سواء للاختبارات او سواء للمواد او سواء لاستخدام الهزازات وما الى ذلك. فاتمنى ان شاء الله الحلقة تكون عجبتكم. واسبكم مع الفيديو آآ تشوفوا آآ بعد ما تم انجازه من آآ اللبشة المسلحة اللي انهناها الحمد لله. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة